عندنا ثلاث مسلسلات شركة المتحدة تنتجهم الاختيار اتنين عمل الاختيار واحد السنة اللي فاتت بطولات قواتنا المسلحة الاختيار اتنين بطولات الشرطة وهجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية والقاهرة كابل ايضا خاص بالامن الوطني ملفات المخابرات الجهاز الامن الوطني يعني ثلاث مسلسلات في رمضان اللي جاي دراما فالشركة المتحدة بحييهم لانه اخيرا بقينا عندك انتاج عندك بطولات فتقوم الشركة المتحدة بهذا الانتاج الهائل الكبير الاختيار اتنين كريم معم العزيز واحمد ميكي وهو قصة حقيقية كلها كلها ليه اللي حصل وده البرومو سيز تامر مرسي من يومين ثلاثة عرضوا مخرج طبعا تامر مرسي ورئيس شركة المتحدة او المنتج اسف والشركة عملت عمل مهم ان هي بتدينا وجبات درامية ووطنية تاريخية اجتماعية كوميديا وهيبقى على كل القنوات العربية لما انت يبقى عندك وصلت لهذا الامر يعني هم نتكلم قدامنا 23 يوم يوم على شهر الفضيل ان شاء الله كل سنة وحداكم الطيبين انتجت قامت بانتاج هذه الاعمال الكبيرة والمهمة وعملت زين بيقول كده قضاء على فوضى كان عندنا في فترة من فترات فوضى كل واحد عايز يعمل اي حاجة يعملها ولكن لا النهاردة فيه ضبط لهذا السوق ونتوسع ما فيش مشكلة نعمل توسع ولكن بقول نعمل ضبط ولكن كمان بنعمل تنوع يعني عندنا هتلاقوا الدراما اجتماعية اهلي في الصعيد تاريخية واعمال وطنية جسدت وتجسد بطولات قواتنا المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والامن الوطني والتصدي لارهاب والتصدي للاعداء اعداء بلدنا فالاختيار اتنين والمنتج تامر مرسي الاختيار اتنين بيحكي هذه العصابة عملت ايه من 2013 من ثورتنا العظيمة ما قبل الثورة ما قبل الثورة تجسد لثورة 30 يونيو العظيمة حتى العام الماضي بيروي المسلسل الاختيار اتنين ما جرى يعني جزء مما جرى بالمناسبة مشاهد كثيرة مهمة جدا زي ما حاكم شافين يوم الفض للاعتصام المسلح الارهابي بتاع ربعة ونصوروا في الموقع بالمناسبة كانوا بنصوروا من فترة في الموقع في نفس المكان وزي ما بقول لحضراتكم فطبعا التصوير كان في حاجات حقيقية واتمنى بعد شوية هعرض بعض الحاجات يكون معنا المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة لانه كمان نحييهم نحييهم كلهم المشاهد ايه اللي حصل في مصر عملوا فينا ايه في بعض المشاهد وقبل من يدخل المهندس حسام هعرضها واتمنى المسلسل يعرضها فاكرين هفكركم باجزاء مهمة اوي لما ضحكوا على عقول الناس الخرافات اللي كانت في ربعة اتمنى المسلسل يشور لها او يعرضها اتمنى هوريكوا كانوا بيعملوا ايه كانوا بيعملوا ايه بيدغدغوا مشاعر الناس بحاجات غير موجودة غير موجودة تعالى وريكوا الاول اشتركوا في القناة